موسيقى اهلا بكل مشاهدي قناة cbc وبرنامجكم صحتك بالدنيا صحتكم هي دايما محور اهتمامنا عشان كده كاميرا صحتك بالدنيا بتغطي اهم واحدث المؤتمرات الطبية واللي بتكون دايما تحت اشراف امهر الاطباء وبرعاية كبرى الشركات واللي بيتم فيها منقشة الجديد في مجال الطب والعلاجات المختلفة حيث وقعت شركة نوفارت فارما مصر الرائدة في صناعة الادوية بروتوكول تعاون مع مجموعة مستشفيات كيوباترا الافضل في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مصر حيث تستهدف هذه الاتفاقية الى دعم البرامج العلمية والتعليم الطبي المستمر ورفع مستوى الوعية عند المرضى والدعم السبل الرقمية مع ايجاد حلول وقائية للكشف المبكر لمرضى تصلب الشرائين القلب والاوعية الدموية وتوفير الرعاية المثلية لهؤلاء المرضى من خلال تقديم احدث العلاجات وافضل خدمة ممكنة طوال رحلة العلاج تفاصيل اكثر عن المؤتمر في التقرير التالي مرد تصلب الشرائين موجود في كل اسرة مصرية سواء ازمات قلبية او سواء السكتات الدماغية فالنهاردة بنعلن عن شراكة ما بين شركة نوفورتس وما بين مجموعة جيلوباترا اللي ممثلة او رائدة في القطاع الصحي الخاص بصدد الشراكة اللي بتتم ما بين نوفورتس وما بين مجموعة جيلوباترا بيتم الاول تحديد من هم المرضى اللي عندهم احتمالية اصابة مستقبلية بأزمات القلب وبعد كده بعد ما بنحدد المرضى دول بنحاول نقلل العوامل الخطورة ولا سيما اهم عامل هو ارتفاع نسبة الدهون الضرة اللي موجودة واللي هي السبب الرئيسي لتصلب الشرائي فدورنا حيبة في هذا الموضوع ان احنا بنعلي مستوى الخدمة الطبية بنمرنهم للاطباء على اعلى مستوى من المعلوماتية الممكنة بنستغل الداة اللي عندنا والبينات اللي عندنا ان احنا نتواصل فيها مع المريض عشان نقدر نقدم له خدمة سريعة ومباشرة بنوصل لحد بيته بأحدى صروق علاجية ده في الاخر حيقدي ان انت بتحسن نسبة اللوفيات بتحسن نسبة حياة المريض والمريض اللي بنتكلم عليه اللي عنده مرض مزمنة مش بس هو اللي بتأثر هو وقصرته وجهة عمله وكل حاجة الاتفاقية اللي احنا بنوقعها النهاردة حوالين اربع محاور احنا اللي هي عايزين نتعاون اول حاجة في التوعية على امراض القلب وتصلب الشرائيين وده هيعود على المريض المصري بان احنا نقدر نشخصه بدري المحور التاني اللي احنا هنتعاون فيه في الاتفاقية اللي احنا مضينا عليها النهاردة محور التعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية المحور التالت هو محور تحول الرقم المحور الرابع والاخير وهو لا يقل اهمية عن اي حاجة من الثلاثة اللي قابله هو بناء قاعدة بيانات لمرضى تصلب الشرائيين ومرضى القلب التصلب الشرائيين هو دي الشرائيين اللي ناتج عن ترصب مادة الكوليسترول جوه الشريان بتقدي الى الدي بتاع الشريان وبالتالي تضفق الدم لأي عضو في الجسم بيقل وبالتالي بيفقد هذا العضو وظيفته ولو احنا اتكلمنا على اهم الاعضاء اللي بتتغذى كل جسمنا طبعا بتغذى بالشريان لكن اهم اعضاء لو فقدت هذه الوظيفة الحياة بتاعت العيان بتتغير تماما هو المخ لو جلنا شلل دماغي لو جلنا جلطة في الشريان التاجي فبتقدي الى هبوط عضلة القلب ووظيفة القلب بتتبقى فيها خلل وبالتالي العيان بيفقد الحياة بتاعته او يفقد وظيفة بتاعته او يبقى قلاص دي بيتد من الحياة ان هو يقعد في بيتهم اهلا بكم مشاهدينا في فقرة جديدة من صحتك بالدنيا مع طبعا التطور التكنولوجي والاقبال الشديد على السوشال ميديا والانترنت عامة في الفترات الأخيرة بدأت علاقة وثيقة جدا بيننا وبين الموبايل واللي تقريبا ما بقاش فرق ايدينا وده اكيد له تأثير على صحتنا البدنية والنفسية والسلوكية كمان واكيد ده عينينا بتتأثر بده فتعلم نهاردة نعرف اسباب جفاف العين وكمان مدى تأثير استخدام الأجهزة الحديثة على العيون مع ضفنا اللي مشرفنا النهاردة دكتور محمد عبد المنعم المهدي استاذ جراحة العيون بجامعة الأزهر اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك بالسادة المشاهدي شرفتنا النهاردة ويعني موضوعنا مهم جدا خصوصا احنا بنتكلم عن العين دي اهم حاجة في جسم الانسان فخليني المبدئيا نعرف كلنا عارفين يعني ايه جفاف العين لكن فيه طبعا ناس ما بتفهمش يعني ايه جفاف العين او ما بتعرفش انها قريدي عندها جفاف ولا لا فازاي نعرف ان احنا عندنا جفاف او برضو المعنى العين لجفاف العين احنا الاول قبل من نعرف يعني ايه الجفاف نعرف ان ايه العين بتبقى متغطية بطبقة من الدموع وطبقة الدموع دي عبارة عن طبقة رقيقة جدا حوالي ثلاث طبقات منها طبقة بروتينية بتبقى ملاصقة تماما لطبقة القرنية الطبقة اللي فوقها على طول اكثر منها سمكن دي بتبقى طبقة من الاكوس او مية الطبقة التالتة اللي هي ملاصقة للهوى اللي ناحية برة دي بتبقى من الدهون عشان تمنع التبخر المبكر للدموع الناس فهمة ان الجفاف يعني العين ما بتدمعش لا بيبقى فيه جفاف والعين غرقانة في الدموع بيبنسميها تير in efficiency او عدم كفاءة الدموع ففي الحالة دي يبقى العيان عمال يدمع واحنا يجي العيان يقوله احنا انت عندك جفاف بيقى مستغرب احنا بنقوله كده ليه لان اللي بيحصل ان مع التطور اللي حصل والتطور السريع اللي حصل في التكنولوجي والناس طول الوقت ما تستخدم سوشيال ميديا وتستخدم الموبايل وعمل ينقل من الكمبيوتر على الموبايل من الموبايل على الكمبيوتر حتى ما بيجي ياخد بريود كريست بينقل من الكمبيوتر على شاشة الموبايل فما بيديش لعينه فترة انه هو يرتاح اللي بيحصل انه هو بيقعد مبرق طول الوقت فبيقل المعدل الرمش الرمش ده بيبقى شغلته استجابة طبيعية ان اما الدموع بتتبخر بدرجة معينة الجسم بيرمش عشان يوزع عليها دموع كأنه فيه مساحة بتمسح الازاز العربية او بتمسح القارنية في الحالة دي بتوزع الدموع علشان تخلي الطبقة الملاصقة للعين سموس نعمة ومتنسقة تماما وشفافة في الحالة دي العيان او الانسان اللي شغال على الكمبيوتر طول الوقت سواء شغال في بنك او شغال data entry او شغال حتى بيذاكر في الفترة بتاعة كورونا طبعا بيبقى طول الوقت مبرق فبيقل معدل الرمش الرمش فبيحصل جفاف بسبب البخر السريع للدموع وعدم الاستعواض لانه ما بيرمش ما بيعوضهاش ففي الحالة دي احنا بننصحه اما بتبقى شغال على الكمبيوتر او حاجة زي كده لازم تاخد فترات استراح فترات استراح بس فترة استراح اللي ياخدها الشخص من الكمبيوتر ما ينقلش من الكمبيوتر روح مسك الموبايل بتاعه ولا سمارت ووتش يوعد يبص فيه ما عملش حاجة ما غيرش لازم يعمل حاجة يبص لمكان بعيد يقوم يعمل شاي يتحرك في المكتب لا ويرجع تاني يمارس نشاطه طب يعني انا دلوقتي ابتدي اعرف ازاي يعني في ناس كتير قوي ما تعرفش ان عندها جفاف لين يعني ايه الاعراض اللي انا احس ان انا فعلا عندي جفاف بحيث بايه في حرقين في حاجة ممكن احسا هو العيام بيشتيكها على حسب الناس يشغال على الكمبيوتر اقولك انا بعد ما اشتغلت شوية الا ان شاشة الكمبيوتر قدامي بقت سايحة مش قادر يشوفها كويس الكونترست بيبقى لصد لان سطح العين مبقاش سموس مبقاش منتظم مبقاش كويس فبيقل لدرجة ان هو مجرد ما يدعك في عينه يشوف الصورة كويسة يعني هو مجرد موازع الدموع بعينه بايده على العين الصورة تحسنت معناها انه مجرد ما يلطفها بالدموع خلاص او انه يشتيك انه كل شوية عينه بتحرقه يقوم من النوم مش قادر يفتع عينه كويس عينه تبقى كأنها لزقه بعضيها بيفتحها بالعافية عينه بتحمر كتير فيه دي حاجات مهمة جدا من اعراض الجفاف فيه ده كثرة كتير من الاخوان لسه يعني المبتدئين نفس الاعراض بتاعت الجفاف هي نفس الاعراض بتاعت الحساسية الشكوى اللي حمرار والحرقان والعين بيهر شفعين وهو دي نفس اعراض الحساسية الاختلاف هو العلامات المرادية اللي احنا بنشوفها فيه طبعا قياسات كتير جدا بنشوف سطح العين من الملتاحمة ونشوف ظهر الجفن من وراء عشان نشوف فيه حساسية ولا لأ ونقيس ارتفاع التير منسكس او اللي هو الدموع اللي تحت في الجفن وبعدين ممكن نقيس يعني زي ما احنا شايفين يعني الصورة نفسها أو توضحها الصورة اللي موجودة دي لو حضرتك شفتوها نشوف العين الطبقة الملاصقة للعين الطبقة الخضرة دي اللي هي الطبقة الميوسين لاير اللي هي الطبقة البروتينية لازق على العين مباشرة الطبقة السماوية أو اللون البحر دي اللي هي الاكوس لاير دي طبقة كبيرة هي اللي هي المية اه هي عمق واحدة اللي هي اكبر واحدة اه اكبر واحدة يليها طبقة رقيقة جدا يعني اقل من مايكرون اللي هي اللي بيد لاير دي طبقة دهنية دي بتبقى يفرزها الغدد الشمعية اللي في الجفن دي بقى لو روحك هنا بقى تاني دي مهمة جدا لو حصل فعل اخبطة يعني يحصل تير انيفيشنسي وعدم كافية الدموع امتالي الخلطة دي لازم تبقى كده اذا اتلخبطت واحدة منهم زادت عن التانية بسبب التهابات لو احنا بيحصلت جفاف الصورة اللي معروضة دي تانية بنقول تير ديناميكس مع كل رمشة مع اما الواحد بيفتح عينه في اول صورة الصورة اللي على الشمال على طول بنلاقي الطبقة اللي هي متعرضة للبخر قليلة جدا لما بنفتح عينها شوية تلاقي ان حتى الطبقة بتاعت الدموع اصبح فيها اقل اتشال منها حتى في الصورة اللي تحت لما الجفن بقى بعيد ستيرنج معظم الوقت حصل ان الطبقة دي ابخر منها جزء كبير لو بصينا على الصورة اللي بعديها فيه صورة تانية هنبص اللي ان بعد عشر ثواني ان طبقة الدموع شبه اختفت عشر ثواني؟ عشر ثواني ايوه ما هو بعدل الشخص بيرمش الرمشة دي ما بتلاحظيهاش ايوه شوف حضرك يعني لو بصينا على الدياجرام فوق بعد شوف الطبقة سمكة هقد ايه بعد عشر ثواني تبتل تتكسر لوحدها لان بيحصل تبخير طيب ايه اللي بيساعد تبخير كمان؟ التكيف المراوح اللي في السقف الطيارات الهواء يعني اللي بيسوق عربية والشباك جاي عليه او موجه التكيف حالي او ما بيقدرش يفتحنه او اللي قاعد ومبسوط بالتكيف ويجيبه علي لا مفيش تكيف يجيبه علي الوش مفيش مراوحة تدور قدام عينك لو جربت حضرك لوحد مراوحة سقف شغالة تلاقي ان الانسان عمال يدعك في عينيه وعينه تحرقه ومش قادر يفتح عينه طول وقت لازم الحاجة تبقى هادية وتبقى كلها جاي من وراء عشان ما تساعدش على البخر السريع للدموع طب يعني انا دلوقتي عالج بقى زي يعني احنا ممكن نشخصها برضو احنا بنشخصها كلينكل بنشخصها بالمناظرة مع الطبيب وفيه اجهزة جديدة زي بتقيس معدل للدموع وبتدي حاجات ودي حلوة قوي وبتقيس كمان الخلايا الشامعية صحتها ايه وعادتها قد ايه يعني ما بنقلب الجيفن كده بنلاقي خلايا شكلها زجزاج كده دي اللي هي بتفرز دي اسمها الغدة الشامعية او الميبيومانجلاند دي اللي بتفرز الطبقة اللي هي اللي بد الطبقة اللي هي الدهنية دي مهمة جدا عشان تبخر يعني لو لاحظتوا حتى ان ازاز العربية من النقطة بتقع عليه النقطة بتفضل نقطة زي البرل زي اللي قالوا ليه لان بيبقى عليه حاجة زي مادة شامعية حتى بيدينوه الازاز العادي يقولك ما تغسلوش بصابون عشان المادة الشامعية تفضل وقفة ما ينزل على الازاز نقطة تجري تجري ما تفرش فلازم المادة الشامعية بتمنع ان الدموع تتساب طب يعني دلوقت يا دكتور هنروح برضو تعالوا نشوف تقرير عن اول واخبر مشروع علمي في الشرق الاوسط وبيهتم بدراسة امراض سطح العين والتوعية بالقطرات الخالية من المواد الحفظة تشوف تقرير ونرجعلكم على طول موسيقى انا بسمع اسامي الاساد زل معنا فحاسس ان الولاد عندنا في الشركة عملوا حاجة جيدة جدا ان هما قدروا يجمعوا كل هذه الاسماء في مشروع واحد ودي حاجة قل لا ما تحدث يعني قزم العلم يبقى سابورتنج لأي كلم احنا بنقوله اولا انا بشكر للسفزة اللي حضرين لان هما بدونا سابورت جامد جدا في وجودهم لان من غيرهم مش هنعرف نعمل اللي احنا بنقوله ده والدراسات اللي هتتعامل في المشروع ده هتظهر حاجة احنا بنعرفهاش احنا بنقول ان جائز قوي او احتمال كبير قوي ان تكون لها تدخل او سبب من اسباب امراض سطح العين او دامج وافسط حلايا فالبروتوكولات اللي اتكتبت بتقول ان احنا هنقدر نطلع نتايج دوكومنتي وهو ده اللي انا نفسي اللي احنا نوصله واتمنى ان احنا بعد ما نخلص او احنا بنشتغل يتحلينا ان احنا نجمب لي الدول العربية المحيطة لنا اللي احنا متواجدين فيها ونقدر نكمل تبقى مالتي ناشنال مالتي اربان ارابيك ستاديز اتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم ونشكركم وانا فخورة ان انا في جروب من اسادزة مرموقين تانيا ان احنا اللي حنعمله البروجيكت اظن مفيش زيه تعمل في نورد افريكا اتليست احنا كده كثرة مصريين بالتأكيد الجودة العالية اللي لما سناها خلتنا بنستخدمها مع العيان محدش بيجامل بعيانه اللي انا البرودكت قايز اللي ما احنا بنستخدمه الشركة موقفتش عند فكرة انها كويسة وشطرة وبتبيع وحلو لا بدأ التحاول تعمل تغيير وتطوير في ثقافة المجتمع كله اللي معلوماتنا المبسطة ان امراض سطح العين كان لحد سنوات قليلة ما كانتش معروفة قوي دلوقتي بقى التخصص وهو مش مرض في حد ذاته ده بيحصل مع كل التخصصات التانية يعني تلاقي مريض الشبكية يبدأ يعاني منه مريض الجولوكومة يعاني منه لانه مرتبط الى حد كبير بالقطارات والأدوية اللي بتستخدم لعلاج التخصصات الأخرى يجينا برضو للسؤال اللي بعد كده تبليه ما عندناش الحاجات الجديدة زي الأطراط الاستعمال الواحد اللي هي الـ S-D-U وكلام ده برضو شركة أوركيديا وعملت الحقيقة الكلام ده وآخر بقى إجابة حاليا متاحة اللي هي ليه ما عندناش أبحاث زي الأبحاث اللي احنا بنعملها او اللي هو البحث اللي احنا بنعملها دلوقتي ان الشركة مصرية تعملو وشركة أوركيديا الحقيقة أنسرز الكويسشن برضو تادينا دقينا فعلا أول بحث نقدر نشارك بيه اللي هو فخر دينا جميعا ان احنا نشارك بيه اللي احنا هنطلعه ده المفروض انه هو هيبقى يعني يعني كلمة قوية جدا في كتاب العلم في يعني المجهود بتاع شركة أوركيديا مع مع صيانتيفك علينا حاجة بصراحة تخترم جدا ونشكرهم وفي المستقبل عايزين نشوف زي ما بنشوف برا زي ما بنشوف في أمريكا انه بفيه يعني ترابط قوي جدا بين الشركات الشركات الفارماسيوتيكلز البيك فارماس مع الجامعات السعيد انه هو ده كان جمع لابد منه وكان عايز حد يجمعنا لي بمعنى انه لأول مرة أسادزة احنا نعرف بعض كويس احنا صحاب وزمايل وتربطنا علاقات وطيضة من مؤتمرات ولكن ما كانش عندنا بلاتفورم بنقف فيه نجمع أسادزة مصر لمشروع بحثي يعني نقول ايه الاندستري هي المتكفلة بي ودي مسألة معروفة تماما في العالم كله انه لازم تتم فطبعا بنشكر الشركة اللي حتت حسب لها انها ابتدت هذا برضو الحقيقة انا مش عايز اقول ان هي الابهار بتاع شركة اوركيديا في ان هي مش بس الأطراط مش بس الأدوية الأدوية والأطراط خلاص زي ما اللي اتكلموا عليها لكن فكرة ان احنا ندخل بقى في اتجاه تاني وفي الريسيرش وورك دي حاجة كانت صعبة بعيدة المنال ما كناش متخيلينها يعني كنا متخيلين احنا خلاص هنتخلص الكريب بتاعنا وعمرنا ما هيبقى فيه حاجة زي كده هتجيلنا في مصر او هنعملنا في مصر طبعا دي حاجة تعتبر عظيمة جدا جدا ترجمة نانسي قنقر دكتور يمكن بعد ما شفنا التقرير طبعا حابين نرجع كلمنا عن فعجالة برضو التشخيص والعلاج ازاي برضو من عائل الجفاف العين يا دكتور قبل ما نروح لنقطة دي في نقطة مهمة جدا حديك اثرت المشروع اللي اتعمل ده وحنا شاركنا فيه احنا ومجموعة من الزملاء العظام في الموضوع ده لانه بقى فيه مجموعة الوحدة اسمها مجموعة مجموعة امراض سطح العين لانه اصبحت شائعة جدا في العالم كله وجزء منها الاستخدام الاعتباطي للأدوية لان الادوية احنا بنحط فيها مادة حافظة عشان ما تتلفش عشان ما تلوس المادة الحافظة دي بتسبب جفاف العين وفي الحالة دي بتحصل كتير جدا في الناس اللي هم بيستخدموا الأطرات لفترات طويلة زي مرضى الجلوكومة اللي ها وجه التحديد لانه دول بيفضل يستخدم أطرة طوال عمر وبعد شوية بلاقي عين وبقى فيها جفاف حمرة طوال الوقت مش مرتاح لا قادر لا مستحمل الأطرة دي ولا مستحمل الأطرة دي كل ما دي أطرة لا مش عاجبة بتحمر عيني وبتحرقني فالعايز يغير فدلوقتي الاندستري عمل شفت من الأطرات اللي فيها مادة حافظة للأطرات اللي هي مونودوز أو اللي ما فيهاش مادة حافظة فدي بتبقى أطرات أكثر سلامة للعين وملأمة جدا وما بتعملش مشاكل نيجي للعلاج العلاج بتاعنا سهل جدا أول حاجة المحافظة على صحة جفن العين علشان يأكد الإفراز السليم للمادة الشمعية الحاجة التانية إن نمنع المشاكل اللي حصل عندنا زي إحنا في مصر عندنا حاجة اسمها التراكومة موجودة نعالج التراكومة بدل لأن نبدعمل تلايفات في الملتحمة وبتمنع إفراز الدموع اللي هي اللازمة لترطيب العين الترطيب الطبيعي الحاجة اللي بعد كده نبتدي نعمل استعواض لما فقد من الدموع إن احنا ندي مواد ملطفة للعين زي أطرات اللي فيها اللي فعل السليلوز واللي فعل هيلون والحاجات دي أنا نفسي والله يا دكتور أكمل معاك خصوصا الموضوع ده مهم جدا بس للأسف يعني طبعا خلصت فقرتنا وبشكر حضرتك لوجودك معينا النهاردة شرف لينا ده الشرف لي حضرتك وكنت سعيد بوجودي معاكم عسد المستمين بنشكر طبعا كان معينا الدكتور محمد عبد المنعم المهدي أستاذ طبوة جراحة العيون بجامعة لازهر ويراب تكونوا استفدتم النهاردة وعلشان تكون الاستفادة تكون بدرجة أكبر شاركونا على صفحتنا على الفيسبوك بأسئلتكم وخليكوا دايما معينا مع صحتك بالدنيا على السي بي سي وشوفكم يا رب بأحسن صحة وأحسن حي كل رشدة بكتبها لعيان قلب قبل ما يمشي يسأل السؤال الشهير كتبت لي بيتامين يا دكتور أقوله طبعا لازم أكتب لك بيتامين إيه البيتامينات المهمة لمريض القلب أو للشخص اللي عايز يعمل وقاية من القلب أهم بيتامين بيتامين دال وده بيتامين للأسف في مصر نسبة عالية من الناس المعدل بتاعه من خفض ومش هتعرفه غير بالتحليل فلازم الناس اللي عندها استعداد لمرض القلب أو تعاني من القلب تعمل تحليل بيتامين دال وغالبا هيحتاج ياخد سابلمنتيشن أو بيتامين دال أقراص أو حقا حسب نسبة النقص أو العجز في بيتامين دال بيتامين دال مهم للقلب مهم للكبد مهم للمعدة مهم لأجهزة كتير جدا لكن له أهمية خاصة بالنسبة للقلب سواء شرائينه أو سواء كهرباء القلب أيضا البيتامين الشهير اللي بيأخدوه مرضى السكر اللي معظمه معندهم القلب بيتامين بي اللي هو بتاع التنميل يقول عندي تنميل يا دكتور فلازم أكتب له بيتامين بي بيتامين بي موجود في أطعامة كتير جدا موجود في البيض موجود في اللبن موجود في خضرات كتير جدا لكن في بعض الأحيان بضطر أن أنا أديه على هاية أقراص أو حقا أيضا فيتامين سي مهمة جدا للقلب يعني فيه مثل إنجليزي أن أورانج بيردي كيبس هارت دوكتور أوي بورتوانا في اليوم اللي فيها فيتامين سي ممكن تمنع زيارة طبيب القلب أوميجا سري أيضا مهم وده موجود في زيت الزيتون وده مهم للقاية من أمراض القلب وبيقالل الدون السلسية وبيقالل الكوليسترول إذن الفيتامينات الأساسية بالإضافة لبعض الأملاح مثلا زي المغنيسيام والزينك ممكن تبقى مفيدة للقاية من اختلاء الكهرباء القلب أتمنى لقلوب كل المشاهدين أنها تكون بصحة وسلامة وسعادة وعافية إن شاء الله أهلا بكم مشاهدين أو فقرة جديدة في برناماتكم صحتك بالدنيا الثبات في الوزن هنتكلم النهاردة عن الثبات في الوزن لأن ثبات الوزن أوقات بيكون هدف وأوقات بيكون مشكلة بيكون هدف لما الشخص يكون خلاص وصل للوزن المثالي اللي هو عايزه وبيحلم به وعايز يثبت عليه وما يرجعش تاني يزيد في الوزن لكن بتكون مشكلة جامدة جدا في حالة إن الشخص لسه مستمر في الضيت وعاوز لسه يخس كم كيلو كمان لكن بيلاقي إن وزنه ما بقاش يقل طيب إيه هي أسباب مشكلة ثبات الوزن وإزاي نقدر نعالجها ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال فقرتنا مع دكتور ريهام العلاقي أخصائية التغذية العلاجية أهلا بك دكتور أهلا يا مان أخبارك إيه؟ إيه الجمال ده وإيه الألوان الجميلة أنت اللي أم تقومين مع بعض النهار السنة دي صاريحة يعني وتحف عليك أنت اللي أم يا مان مجلسي ياريه هنتكلم بقى عن مشكلة ثبات الوزن فعلا زي ما بنقول إن هي مشكلة ثبات الوزن بتبقى أوقات تمام ناس كتير قوي توفي أنا حالو وزني كده وهسبت عليه وأوقات بيبقى ثبات الوزن ده مشكلة لأنهما لسه ما وصلوش لوزنهم المثالي كلمين أو العرفين يعني إيه ثبات وزن وبيحصل إزاي وإيه علاجه طيب هو ثبات الوزن بيحصل لما أنا أكون ماشي فترة عمال بشوف بروجرس اللي هو مثلا أنا بنزل دهون بزيد عضلات شكل جسمي بيتغير مش مهم خلص رقم الميزان لأنه في ناس كتير بتطلع بتبقى ثبت على الميزان لفترات طويلة بس شكل جسمها بيتغير ده نتيجة إن هي قصادمة بتخس الدهون بتزيد عضلات ومية اللي هما الكمبيزيشن بتاع الجسم أو تكوين الجسم نفسه من الثلاث حاجات دول فلو أنا فرق بس الأول أهم حاجة هو أنا لما بطلع على الميزان ببص على الرقم والرقم ده هو اللي سابت ولا أنا بروح أعمل فببتدي أشوف هو أنا دهوني سابتة ولا لأ عضلاتي سابتة ولا لأ أنا باخد مقساتي أنا بشوف هدومي هو ده المكياس بالنسبالي عشان أصلا نقول أنا سابت في الوزن ولا لأ تاني حاجة خلاص أنا مقساتي ما بتتغيرش هدومي زي ما هي سابت علي وبعمل ضايت مظبوط لفترة معينة لأنه برضو في ناس بتاكل صحي وبتبقى فاكرة إن هي كده ماشي على ضايت اللي هو لا أنا مش لازم أمشي على كميات مظبوطة أنا كده كده أكلي صحي والحقيقة أن الأكل الصحي سعراته برضو عالية في حاجات كتير فيها سعرات عالية بالزبط فأنا لو بياخد الكميات دي بكميات مش مظبوطة أو مش المفروض اللي هي تدخلي عشان أنا أحرق من الدون المتخزينة وأنا خز فأنا هلاقي إن أنا ثابت في الوزن أنا ما بيحصل ليش أي خطوات أصلا في البروجرس بتاع شكل جسمي أو ميزاني أو دهوني أو عضلاتي تمام تمام فعشان كده كتب أقول ضايت مظبوط أو تأكل واجبة واحدة بس في اليوم وتبقى كمياتها برضو قليلة وهي فكرها إن هي بتعمل ده عشان تخص أسرع فده الحقيقة إنه بيجيب نتيجة عكسية معها يعني كل الحاجات اللي الناس بتلجأ لها بطريقة غير صحية أو طريقة ملهاش مصدر أو ملهاش أخصائي تغذية هو اللي بيعملها دي دايماً هي بتوصلني لبلاتو أو بتعملي ثبات الوزن زي الأدوية بتاعة اللي بتسد الشهية أو الحرق اللي فيها كاميكلز اللي دي دايماً إحنا ما بننصحش بيها خالص وبنقول دي ليها مخاطر وليها بدال صحية هنتكلم عليها النهار ده في الحلقة زي مثلاً إن أنا ألجأ لضايت حد عمله من قريبي صحبتي عملته خاصة عليه أد كذا زي إن أنا أروح مع ترند معين للضايت وده ما يكونش مناسب لليلايف ستايل بتاعي ولا لحالتي الصحية ولا كمان لطبيعي الجسمي فكل الحاجات دي بتؤدي في الآخر أن أنا بيحصل لي حاجتين يا حاجة اسمها متابوليك أدابتيشن اللي هو أنا جسمي بيتعود على كمية السعرات اللي يدوب دخلة بدل ما هي كانت بتخصصني قبل كده هي يدوب بقت بتثبتني في الوزن أو كمان لو كالت عنا حاجة بسيطة تزودني في الوزن يعني مثلاً أنا دلوقتي بالنسبة للسعرات ما يفعش إلا عن البنات عن 1200 والرجالة عن 1500 لو أنا جيت أخدت مثلاً دايت الصعرات بتاعته بتبقى مثلاً 900 كالوري 750 لأن ده بيحصل أنا بشوف ناس كتير بتاكل كده بتلاقي إنهم حرقون في الأول سريع قوي حتى عارفة اللي هو الدايت اللي يخصصك 10 كيلو في الأسبوع أو 10 كيلو في الشهر والكلام دا فهم بيبقوا فرحنين قوي لأن أنا بيبقى عاملة جاب أو عاملة فرق كبير قوي في السعرات فالجسم بيحرق في الأول عالي من الدهون المتخزنة بعد كده يقف بيقف بسبب إيه إن هو بالتدريج بيقلل الحرق بتاعه بدل ما كان الـ 1200 هو المان من بتاعه لأ ده وصل إن هو السبعمية بقى هو المان من بتاعه ويدوب أنا بأكل حاجة صغيرة قوي سابت عليها أو كمان بزيد عليها طب ريهام خلينا متفقين إنه ماشي فيه ناس كتير قويم يعني ممكن تعمل الموضوع دا أو تغلط أو مش فهمة تغذية كويس الكلام دا كله وفيه ناس لأ عارفة الكلام دا وبتمشي عليه وبتعمله لكن إحنا بقى في فصل الصيف ساعات بيبقى ما تفهميش الوقت دا يقليه بنعتمد على أكل الشارعة تايماً طول الوقت بنأكل أي حاجة قدامنا والصهر بالليل والسناكس وإيدينا بتروح هنا وهنا وهنا البدان يا بتبقى بايزة في زفز قولي في الشتا بنعرف نعمل كنترول شوية بنبقى في البيت أكثر مع إنه برضو في الشتا بيقولك أصلك جو سقعة فأنا عايز يأكل أكذا ويا بقى في السيزن خلينا كل سيزن من وشك بقى طيب هنيجي بقى دلوقتي إزاي أنا عارفة نتي ما بتحبيش أسرع طريقة للخساسات وأول أسبوع دا هنخس مئة كيلو والكلام دا بس صح خليكي معنا عشان نلحق نفسنا في الكم شهر دول ونزبط قبل ما يخش الشتا وندخل زيادة خلينا نتكلم عن إزاي أنا أقدر أمسك نفسي إزاي أقدر إن أنا أعمل كنترول على نفسي إن أنا ما كلش كتير ودخل جسمي السعرات اللي جسمي محتاجها بس طبعا فيه تبس كتير أنا مهما قاعدت أقولها ولا أي حد هيعملها خالص لإن دي محتاجة مجهود شوية مننا ومحتاجة شوية التركيز ودايما الناس بتدور على الحل السريع شوية أو الأخف شوية إن هو ما يعمل لهاش مشكلة وفي نفس الوقت سعيدة إن هي تعرف تقفل بوقها شوية وتحق وعشان كده إحنا نتكلم على بيستا النهاردة زي ما قلتلك إنه الأدوية بتاعة سد الشهية بيبقى فيه حجاب منها كاميكلز والكاميكلز دي عشان بتجيب نتيجة سريعة الناس بتلجأ لها بس بيحصل لها كمبليكيشنز كتير قوي تلاقي إن هي حصلها سبات وزن تلاقي إن هي ضغطها دورتها الدموية تأثرت جالها اكتئاب نومها مش متزبط فأنا بقى عايز أسد الشهية بتاعتي بصورة طبيعية ما يحصل ليش أي سايد إيفاكس وأنزل النزول الطبيعي أسرع شوية من الطبيعي وعشان كده لازم اعتمد على حاجة طبيعية زي بيستا ليه بيستا؟ لأنه بيستا هو المنتج الأول في مصر اللي فيه تلات أنواع من الألياف عمتا أي حاجة طبيعية بتسد الشهية لازم يكون مصدرها ألياف الحاجة اللي مش طبيعية بيكون فيها كيميكالز طيب الألياف اللي موجودة فيه اللي هي كشور السيليم ردة الأمح وي كمان الشفان بتركيز 6 جرام ألياف دي بتعمل إيه؟ بتمتص المياه اللي موجودة جوه المعدة وبتاخد حيس كبير فبتخليني بدل ما كنت متارجت مثلا أنا هيكل طب قدامي قد كده لأ ده أنا كلت معلقتين ومش قادر هيكل أكتر من كده فهي بتسدها لي عن طريق إن هي بتملالي جزء من المعدة مش حاجة بتأثر على الجهاز العصبي ولا الدماغ طب والحرق الضعيف طيب تاني حاجة بقى موجودة في بيستا الكروميوم الكروميوم ده معدن مهم جدا عشان تزبيط حساسية الإنسولين وبالتالي حرق النشويات اللي هي تقريبا أغلب الأكلات بتاعتنا تعتبر منها بالعشاء هالذي طب ما هو أكل المصريين محاشي ومكارونات وكشري وكل الحاجات كل الحاجات التراداشنل كلها كاربس يعني عارفة لو الناس بتاكل بروتينز أكتر بتاكل لحوم فراخ أسماك الحاجات دي الحاجات دي بتشبه وبتاخد وقت في الهضب فهتستهلك معي إنه تجي أكتر أهو يتقول ليلي هنوقف النشويات مع بيستا لا مش هنوقف استحال استحال لا بلعكس بيستا هيخلينا ناكل كل حاجة صحية والحاجات الغير صحية اللي احنا بنكريف عليها هنقدر ناكلها بس هو هيحجم لنا الكمية وهيساعدنا في حرقها جميل الأياف اللي موجودة فيها هتخلي بدل ما أنا قدامي مثلا قطعة كيك قد كده وأنا نفسي فيها وخايفة بوز ومش عارفة عامل إيه لأ ده أنا هياخد بيستا قبلها هلاقي إن أنا خدت معلقتين حاسس إن أنا راضي وتمام مش محروم من أي حاجة وفي نفس الوقت الكروميوم هيساعدني إنه السكر اللي دخل ده هو يساعد في الحرق بتاعه شوية وتزبيط الحاسسية بتاعة الإنسولين وكمان بقى فيتامين سي اللي موجود فيه اللي هو مهم جدا عشان المناعة وعشان بشرتنا بس هو كمان مهم في الفات أكسيديشن أو في حرق الدهون فأنا بحرق دهون بحرق كربوهايدريت أو ناشويات وبذبط السكر كمان بدخل ألياف بتاخد معايا حاجة كبير فبتخليني أكل الحاجة اللي نفسي فيها بس بكمية قليلة وبالتالي لما بقلل الكميات بقلل السعرات فجسمي بيقدر يحرق أكتر من المتخذ طب رياما إحنا في صحتك في الدنيا يعني بنبقى طمعين شوية يعني أنا مش هينفع أتكلم على الخسسان وثبات الوزن ونلاقي حل الده وده وده ونسيب بقى حاجات التانية زي شعرنا اللي بيتضرر جامد جدا في الدايت زي بشرتنا اللي بتتضرر جامد جدا في الدايت بيحصل ساعات تراهلات بيحصل ساعات إن دوافرنا بتتقصف ده حلو إيه إزاي نقدر نحافظ على بشرتنا وشعرنا ودوافرنا من غير ما تتضرر ونخس حلو خلينا نقول أصلا هو ده سببه إيه يعني الأعراض اللي بتجيلي مع الدايت من سقوط شعر وبهتان البشرة وبحس عيني محلقة ودوافري بتتكسر وجلدي مش مرن كل ده بيحصل برضو نتيجة الدايت الكسية شوي اللي بتفتكر العناصر العناصر دي فيها معادن وفيتامينات أنا محتاجها كتير وللناس العادية اللي ما بتعملش دايت برضو إحنا نظام أكلنا في العادي ما فيهوش خضر وفكهة كتير ما فيهوش دهون صحية كتير ما فيهوش حاجات فيها فيتامينز وإحنا نفسنا مش مركزين قوي ان القصة دي انت عارفة انه الحرق أصلا من الحاجات اللي بتأثر فيه فيتامين دي وفيتامين بي لو هم الليفل بتاعهم مش مظبوط أنا ممكن يحصل لي ثبات وزن وأنا بعمل كل حاجة مظبوطة فعشان كده دور الفيتامينز ولمانرز مهمة أوي فلازم اعتمد جنب نظام الغذائي سواء كنت أنا بخس أو ان أنا ثبت في الوزن أو ان أنا عايش حياتي عادي بحاول عايش حياة صحية أو أنا ملغبط شوية بس خايف ان أنا يحصل لي كل المضعفات دي فلازم وجود ملتي فيتامينز احنا عندنا مع الكورس بتاع بيستا بنقدم ألف ملتي فيت لأنه احنا مش عايزين المشاكل دي تحصل لما الناس تكون بتخس ألف ملتي فيت من أقوى الملتي فيتامينز اللي موجودة لأنه هو فيه أكتر من 13 منرر وفيتامين أشهرهم فيتامين سي بتركيزكم 100 ملت جرام وكمان فيتامين اي وفيتامين سي مهمين جدا قوي وفيتامين اي كأنتي أكسدينت للجسم فيه كمان حاجات مهمة جدا للشعر زي الزينك وفيه حاجات كمان للعضم زي الكالسيم وزي الفوسفرس وفيه كمان بايتين اللي هو مهم جدا برضو للشعر وللدوافر وللجلد فأنا هلاقي إن أنا عندي غير كمان كده فيه المجموعة بتاعة بي كومبليكس اللي هي مهمة جدا عشان الحر زي ما احنا قلنا ومهمة كمان عشان الأعصاب خصوصا كمان للناس اللي بتتمرن فأنا عندي باور أنا شبعين أنا ما عنديش تساكت شعر أنا بشرتي أحسن أنا الفري راديكس بتاعتي مش موجودة أو عندي مضادات أكسانة عالية عندي المناعة بتاعتي عالية لأن كل الفيتامينزو المانرز اللي احنا اتكلمنا فيها دي ليها دور كبير قوي في المناعة فأنا ضمنت إن أنا وأنا بخس أنا كمان محافظ على صحتي بالعكس أنا أحس أن صحتي كمان أحسن كتير هيل جدا وطبعا لو في حد بقى مش عايز يخس ده مالتي فيتامين مالوش دعوة مالوش دعوة بموضوع الخساسين قوي هو بيدي فيتامينات وبيدي طاقة سواء حد بقى عنده مشاكل صحية أو لا صح صح كده؟ مالتي فيتامين مش بيتعارض مع أي حد عنده حاجة صحية إلا لو هو عنده منسوب الفيتامينز دي أو الليفل بتاع الفيتامينز دي عالي وغالبا أغلبيتنا عمرنا عندنا الليفلز دي في فيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين سي عالي فكلنا هنبقى محتاجينها نفس الكلام بالنسبة برضو للألمنز أو المانيرلز اللي موجودة فيها كلنا محتاجين زينك والكابر والفاسورس والكالسيم عشان كل حاجة في جسمنا فدي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتعارب بس لو أنا عندي المنسوب دي اليوم ما فيش حد تقريبا عنده الحاجات دي عالي بيسته في محازير؟ لا خالص ما فيوش أي محازير لا بيتعارض مع الأطفال بس احنا الأطفال من أول سن 12 سنة ما بيتعارضش مع أي حد عنده أي أمراض ولا حتى الأمراض المزمنة بالعكس يعني الناس اللي عندها مثلا سكر أو عندها مقاومة إنسولين أو البنات اللي عندها متلازم التكايشات المبايد هو هيساعدهم كتير بسبب الكروميوم اللي موجود فيه الناس برضو اللي عندها ضغط عالي أو عندها كوليسترول الألياف اللي فيه برضو هتساعدهم كتير في حل المشكلة دي فبالعكس أنا لما هاخده هلاقي إن أنا نزولي أسرع شوية ولو عندي أي كومبليكيشنز بتبتدي الأعراب بتاعتها تقل شوية مع طبعا نظام غذائي صحي متكامل ومتوازن حلو قوي الكلام ده هنلحق نفسنا إن شاء الله ونخس كم كيلو حلوين كده وإحنا لسه هو في بداية الصيف بشكرك جدا دكتور ريهام نورتينا وأسعتينا بوجودك معينا نهار مرسي جدا يومي مرسي وبكده مشاهدين فقرتنا تكون خلصت وتكلمنا فيها عن مشكلة ثبات الوزن وكمان إزاي نخس بشكل صحي مع دفتي دكتور ريهام العراقي أخصائية التغذية العلاجية حاب أفكركم بصفحة الشركة على الفيسبوك بايو بيستا لو حابين تعرفوا أكتر عنها وعن منتجتها هليكم دايما معنا في صحتك بالدنيا على سي بي سي تساقط الشعر جفاف البشرة تقصف الأظافر كلها نتائج غير مرغوب فيها واحد من أهم الأسباب اللي بتؤدي لنتائج دي هو عدم حصول أكسامنا على القدر الكافي من الفيتامينز خصوصا البايتين البايتين هو الفيتامينز الأشهر والأهم لدعم صحت وجمال البشرة والشعر بما أن خلايا أكسامنا بتحتاج الغيزة الكافية عشان ترمو بشكل صحي فالقايتين بيتمركز دوره حول مساهمته الكبيرة لتضفق الدم لفروة الرأس وكمان أنتجة البشرة لحصول كل منهم على الغيزة الكافية للنمو والنظارة أما تقصف الأظافر وظهور اللون الأبيض عليها فده بيكون نتيجة لنقص معدن الكوبر والزينك كمان نقص فيتامين بي 12 بيؤدي إلى تغير لون الأظافر إلى اللون الأزرق عشان كده إحنا كتكاتر الجلدية بننصح باستخدام قرص واحد يومياً من المكمل المكمل الأشهر والأهم اللي بيحتوي على 13 عنصر قدقيه مهمين جداً لجسمنا وخصوصاً البايتين والزينك وبكده هنغطي احتياجاتنا اليومية منهم كداعم قوي لصحة وجمال البشرة والشعر دكتورة هبا سيد الحريري أخصائي الجلدية والتجميل والليزي أهلاً بكم وفقرة صحية جديدة من برنامجكم صحياتك بالدونة سعيدة جداً يا جماعة أني بيكون معكم وكل يوم بنتعرف مع بعض على وجبات صحية مكوناتها سهلة ومفيدة أوي بس دايماً أكتر حاجة بتبقى شغلة البنات والولاد والكبار والصغيرين هي إزاي نخص بطريقة سهلة وسريعة يلا بينا بقى نعمل صلطة الكينوة الصلطة دي يا جماعة وجبة كاملة متكاملة هنحتاج فيها كينوة وهنحتاج خص هنحتاج طماطم شيري أو عدية هنحتاج فيها خيار فلفل ألوان بصل أي توابل أنتو بتحبوها بتفرق برضو مع الصلطة دي لأن الكينوة هي تطبر ملهاش طعم قوي هنحط فيها بقى في الدراسنج بتاعها هنحط برضو فيها زتون اسود في الدراسنج بتاعها هنحط خل وزيت زتون هنحط مص طردة يفضل بديجن بيبقى طعمها لازيز اللي يبدأ فيها حبوب الخردل سليمة وهي صحية أكتر هنحط لمون مع زعتر وروزميري وهنحط كركم مع بصل بودر وتوم بودر والملح والفلفل حاجة الدراسنج كثيرة شوية بس طعمها حلب لأنه الكينوة بتشرب الدراسنج فتنقطر الدراسنج بتاعها هنحط حاجة بسيطة بصل بودر وهنحط توم بودر الحاجات دي يا جماعة مع الكينوة مهمة جدا جدا علشان تخلي طعمها واضح كده ولازيز هنحط شوية زعتر هنحط من الروزميري كتير هتأكد بس ان انا مكسراه كده هو كده كده هيطرى مع الدراسنج هخط حاجة بسيطة قوي برضو بيدي طعم فراش كده والكركم ده انتو مش متخالين مفيد قد ايه للمناعة وفي الدراسنج ده مع الكينوة مع الجزر ساري مع الخيار بيبقى طعمهم حلو قوي والكركم ده من الحاجات اللي احنا بننسيها بسيطة فعلا مفيد قوي وفي الدراسنج مش بيبقى طعمه اوضح حاجة هنحط زيت الزتون هقطر زيت الزتون شوية لانه الكينوة زي ما قلت لكم بتشرب الدراسنج خل عادي خل تفاح الخل اللي خل بلسامي وردو هيبقى لذيز عليها بس يفضل خل عادي لانه احنا فيه flavors تانية كتير قوي في السلطة دي هنحط بقى ديجين مسترد كتير شوية هنحط خوالي معلقة كبيرة من الديجين مسترد وبعد كده هنحط اللمون والملح والفل الدراسنج خطير 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 وتعمه بجد حلو قوي متأكد ان السلطة ديج كله هيجربها هيقض بقى يبعت لنا يقول لنا السلطة ديج في حتة تانية خالص كل عادة الطبقات والاعشاب كده جول عندكم العشاب ايطالية ميكس جاهز برضو تحطوها بتبقى لذيزة قوي الرجة دي على فكرة هتحرك العضلات برضو هتبقى لذيزة انا عادة بناتين بيبقوا معايا في المطبخ وما بيحبوا الخطوة دي جدا تأكدوا بس ان البرتماني يكون بيتقفل كويس خلاص كده ده الشكل بتاع الدراسنج وهو جاهز عندنا نجيب طبق السلطة ونبدأ نميكس نميكس ونستمتع بقى بسلطة بجد فراش قوي وحلوة قوي 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 كده كده يلا هنبدأ نحط الخاص بتاعنا نحط بقى كل الحاجات وزي ما قلتلكو السلطة طول ما انتم جاهزين كل حاجة جماعة الباقي بيبقى لو احنا بنلعب احنا بالزبط بنلعب وطقطيع السلطة وان احنا نجهز حاجة السلطة بجد انا عن نفسي تقطيع حاجة السلطة ده بيريحني كده نفسي نعمل كده عايز بس الخاص يبقى باين شوية ديها تقليبة انا نزل الكينوة كلها بعدين نقلب نقلب تقليبة كده عشان الخاص يبقى باين اوكي وبعد كده هنحط بقى مش هخط البصل ده كله وعدادة عن السلطة برضو ميزة من مميزات السلطة عن اغلب الوصفات وشتانية ان هي مش هزم المقادير بالزبط مش هزم الكميات بالزبط حاجات اللي موجودة في المطبخ ممكن حاجة تتحط مكان حاجة والله ما فيش فلفل الوان نحط فلفل عادي الناس تحب الحاجة حرقة تحط حاجة حرقة عندنا طماطم عادية الحاجة اللي موجودة بس الفكر ان احنا بنحاول ننوع نديكو افكار بس السلطة دي بقى اللي عملتوها بالزبط بالزبط كده دي بقى اللي انا اضمنها لكم ان هي فاضيعة نزل كل الالوان كده بقيت موجودة نزل بقيت بعد كده احنا سوفور كده خلصنا هننزل الزيتون الاسود وبعد كده كالعادة خطوة الدراسنج هي اكتر خطوة مو بهجة في الحقيق لو عندكم بزور كتان بزور قرع عسل لو عندكم شيء سيدز برضو بزور الشيء او عايزين تستخدموها حطوها بقى في الدراسنج علشان تلحق ان هي تشرب من الدراسنج وتنفيش كده فاتحسسكم في الشبع ونحط الدراسنج تادا احلى خطوة نزلنا الدراسنج بتاع السلطة كله بتحتاج الدراسنج علشان تحبوها لازم تكونوا يعني محلينها كده ايه سلطة شبعانة بس كده خلصنا نحط بس شوية تشيري توميتوس كده على الوش في النص بشكلها لازيز وبكده احنا خلصنا اول سلطة وهي سلطة الكينوة السلطة دي بقى تحط عليها سالمون تحط عليها فراخمة شوية تحط عليها جنباري تحط عليها اي حاجة انتوا عايزينها هي سلطة لازيزة طعمها حلو اوي 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 طعمها كده فيها كرونش بتاع الخاص الكركم كده مع الخيار مع الزتون الاسود مع الكينوة على فكرة بتدي كرونش كده برضو لازيز وهي الحبوب بتاعتها مع الخردل بتدي كده بتقليفيت الطعم كابت وديف حتة تانية جربوها انا متأكد ان انتوا هتحبوها اولي تعالوا بقى نتكلم شوية عن فوية صلطة الكينوة تعالوا في البداية نعرف ايه هي الكينوة بالضبط علشان الناس اللي ما تعرفهاش واول مرة تسمع عنها الكينوة يا جماعة من الحبوب اللي ظهرت في الفترة الاخيرة على في القائمة الغذائية مش كل الناس عارفينها بس هي من الحاجات اللي سعرات الحرارية مش قليلة ومش كتيرة بس هي تعتبر قليلة مقارنة باي حاجة تانية هتكون من زي مثلا مقارنة بالرز مقارنة ده ممكن نقول ان هي والبرغل والفريق والحاجات دي هي تعتبر صحية اكتر غنية بالالياف اكتر كمان مشبعة اكتر سعرات الحرارية اقل من الروز والمكارونة والحاجات التانية متمنى ان انتو تجربوه متأكد ان هو هيعجبكو يلا بقى ندخل على العصير اللي احنا هنعمله النهاردة وعصير النهاردة مختلف فيلا بقيم بصو بيا جمعة احنا النهاردة هنعمل عصير لذيذ اوي 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 وصيفي كده ويعني عارفين لما تبقوا اكلين اكلة يلا مش مشكلة تقيلة شوية بس عايزين بعدها ناخد حاجة بدل من ااخد بقى مياه غزية بدل من ااخد حاجة تضرنا في عصير هناخد فيه الياف فيه حاجات مفيدة هيزبط لنا صحة القلب هيزبط لنا المناعة ونفس الوقت تعمل سباركلي كده اللي هو باردو فراش وعشان نبدأ ان ينافس بقى الحاجات اللي هي فيها سكر كتسير وممكن تبوز لنا جسمان هنبدأ بمكونات العصير ده العصير ده معمول بالكاركا دي كلنا بننسى الكاركا دي وبنفتكره في رمضان بس هو معمول بالكاركا دي هو معمول بالكاركا دي ومعمول بناناع الفراش وممكن تعملوه بفراولة بموز بتفاح اخدر بزوب الفراولة وتفاح الاخدر بيكون لذيذ قوي وبنحط عسل نحل ومياه فوارة ودلوقتي بقى فيه مياه فوارة انواع كتيرة قوي هنستخدمها وفي المجمل العصير ده مفيد صورات الحرية منطقية جدا 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 هديني احساس السباركلينج ده اللي هو في البطن كده نحس باللي انت عيش في يلا نعمله مع بعض هنبدأ نجهز في الخلاط ونحط مكونات العصير انا ده الكركدي حطيته في مياه سخنه الكركدي نفسه مطحون ناعم قوي 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 هستخدم الاوراق زي ما هي ما تقلقوش اصلا مش هتحسوا بيها وكالعادة لو عايزين تصفوه تقدروا تصفوه اتخدوا بالكو بس عشان بقع الكركدي اللي بتزعل فناخد بالنا بعد كده هننزل التفاح اصلا شكل التفاح الاخدر كده مع الكركدي لوحده يعني انتم ممكن على فكرة في العصير ده اقول لكم على فكرة لذيذة اوي ان انتم تقطعوا التفاح الاخدر صغير اوي 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 من غير القشر صغير اوي يعني كده تقعدوا بقى تتسلوا وبعد ما تعملوا العصير كله هتحطوا النعناع مع الكركدي مع المية الفورة مع عسل النح تحطوا تفاح الاخدر سليم كده هيعوم على الوش ويدي كرنش ويبقى طعمه لذيذ اوي 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 يلا بينا هنحط نعناع مش لازم نعناع كتير خلاص كده حطنا وهنحط مية فورة بصو طاران طعمها اصلا ريحته بجد ريحت نعناع مع المية الفورة مع الكركدي لذيذة جدا خلاص هزود بس شوية مية ونزود عسل النحل هتزوده بقى عسل النحل وطبعا كالعادة يعني انه لازم نستغنى جماعة عن السكر بجد يعني نحنا نعمل عصير وبعد كان نروح حطين سكر كاكة اننا فعلا ما عملناش حي ففي بداية للسكر كتيرة جدا فيه انواع سكر كتيرة دلوقتي صحية بس طبعا انا بالنسبالي عسل النحل الميبل سيرب برضو دلوقتي موجود انواع السكر الصحية اللي موجودة كل ده هيقنين عن ان احنا نبقى بناخد سكر كتير السكر من السموم البيضاء هو والملح كل الحاجات دي لازم نحنا نحاول الملح نقلله في اكلنا السكر مايفعش بقى اساس اكلتنا عشان حياتنا كانت بصحية يلا نبدأ بس كلا خلص خلصنا يلا بنا نصبه مع بعض وخليني اكلمكم عن فوايد الكركة دي وفوايد المشروب ده عموما لانه مشروب لذيذ وخفيف يلا بنا كالعادة مش بحب اصفي العصير بس اللي تحبوه زي ما قلت لكم لو قطعتوا اللي حوزت نفسي انا عصبه واحدة بس ولا قيم خلص صبت الآن الآن خلص الحمد لله تمت المهمة بنجاح خليني اكلمكم عن فوايد العصير ده طيب يا جماعة لان الكركة دي ونعناع كل واحد فيهم ليه فوايد كتير جدا لصحة جسمنا فدخلوا بقى لما الاتنين هيجتمعوا في عصير واحد فخليني لأولا اقول لكم على فوايد الكركة دي الكركة دي مشهور بحاجة انه بيزبط ضغط الدم لكن الحقيقة انه مش هي دي بس فايدة الكركة دي اولا اغلب الحاجات اللي هي لونها احمر احنا قلنا انه هي حلوة جدا لانها غنية بمضادات الاكسادة الكركة دي حلو جدا لمرضى السكر وده وفقا لدراسة علمية بتقول ان الكركة دي بيتمايز بتأثيره اللي هو بيزبط حساسية الانسولين مع الالتزام عليه وطبعا لما هناخد حاجة الكركة دي ندخلوا في حاجة او نشرب كركة دي وحنا هطين عليه سكر يبقى احنا كده ما عملناش اي حاجة ومرضى السكر مش هيستفيدوا من اي حاجة كبار وصغيرين ساعتها هيستفيدوا من الكركة دي في تصبيت السكر تصبيت الضغط في تصبيت اي حاجة لو بعدنا عن السكر مفيد جدا كمان للناس اللي عندها سرطان سد لو التزامنا على مشروب الكركة دي ده خصوصا لو اخدناه مع النعناع وضادات اكسادة كتير فيتامينات ومعايدن الناس كمان اللي بتاخد علاج كيماوي الموضوع بيفرق جدا في صحتهم بيخلي صحتهم احسن بيديهم طاقة ومعروف عنه انه هو بيقلل من مضعفات او تطورات تأثير العلاج الكيماوي على الجسم بس يا جماعة ده غير انه الكركة دي مع النعناع دول حلوين جدا لو حد عنده نازلة برد لو حد حاسس انه هو محتاج انورجي كده الاثنين مع بعض حلوين ميكس لذيذ طعمهم حلو جربوا العصير ده وقلوا لي رأيوكو فيه وعملنا النهاردة كمان صلطة الكينوة الصلطة دي حلوة وفراش وزي ما قلتلكو وجبة متكاملة اتمنى انه حلقة النهاردة تكون فيها معلومات لذيذة وصفات عجبتكو اتمنى تكون شجعتوكو ان انتو تبدأوا حياة صحية تدخلوا مشروبات صحية وصلطات في اللايفستايل بتاعكو وهستنى تبعتولي اسئلتكو تعليقاتكو استفساراتكو الوصفات اللي عايزين نعملها على صفحة فيسبوك صحتك بالدنيا واشوفكو في حلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة